نعيمتم مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئتكم اليوم بدرس جديد في الرياضيات بعنوان الأبعاد الحقيقية يعني كيدخل في درس سلم التصاميم والخرائد إذن اليوم هذه الحسة نعطيها فقط بالنسبة للأبعاد الحقيقية إذن مني كنتكلم عن الأبعاد الحقيقية دي كمدخل دائما نعبر عنها يعني كتكون أبعاد أطوال أو قياسات طويلة إذن هنا كنت ناخد كمثال عندنا الكيلومتر أو الهكتومتر أو الديكامتر أو المتر إذن الأبعاد الحقيقية كيفاش غال نبحثوا عليها غال نعطيه مثال هناك تكون واحد المثال الأول حديقة مستطيلة الشكل طولها 30 سنتيمتر على التصميم يعني فوق البلعن على التصميم وعرضها 20 سنتيمتر إذن هنا يا عنا أبعاد مصغرة يعني أبعاد بقياسات صغرى هنا سنتيمتر هنا سنتيمتر كيفاش غال نحولها إلى أبعاد حقيقية أو أبعاد في الواقع ليس على الورق أو على التصميم ولكن في الواقع إذن هناك سؤال أحسب بعديها يعني بعديها هاد الحديقة بالمتر غال نعبروها بالمتر إذا علمت أن سلم تصميمها هو واحد على عشرة ألف إذن السلم دائما كيكون عبارة عن كسر إذن هنا أول حاجة كنديرو بالنسبة لنبدو يعني بعدها نبدو بالطول الطول بالمتر كيف سنبحثوا عنه كناخدوها 30 اللي كانت بالسنتيمتر كنضربوها في المقلوب دي السلم يعني هاد السلم هاد الكسر اللي كان عدنا واحد على عشرة ألف كنقلبوه كتولي عشرة ألف على واحد إذن تساوي كم يعني هنا يسهل يعني كنت عطيت واحد درس كيفاش كنضربو عدد في عشرة أو مئة أو ألف أو مليون إلى آخر على حسب الأصفار إذن هنا عدنا 30 غام ضربوها في عشرة ألف إذن تنكتبو 30 وكنزيدو الأصفار اللي عندنا هنا على عشرة ألف عدنا أربعة دي الأصفار كنزيدوهم إذن كنتعطينا 300 ألف سنتيمتر إذن هاد على واحد بحل لي معدناش واحد هنا يا إذن من كي يقول لي مقلوب أي كسر المقام دياله واحد فهو عدد صحيح كنحيدو الواحد كتبقى عشرة ألف يعني فقط كنضربو 30 في عشرة ألف ما تبقاش كي يهمنا هاد الواحد إذن ثم بعد ذلك هاد 300 ألف كانت بالسنتيمتر وإحنا عشنا كنقلبو كننقلبو على البعد الحقيقي يعني البعد في الواقع كنحولوه المتر يعني في الأرض سحل غير نحسبه شو الأرض بالسنتيمتر غير نحسبوها هنا بالمتر إذن هنا السفر الأول كيدخل هذا كدرس للتحويلات إذا بغيتون ندير لكم شي درس على التحويلات ممكن إذن هنا السنتيمتر هو السفر الأول ديسيمتر بالسفر الثاني ثم السفر هنا الثالث سيكون هو المتر إذن وبالتالي نعطينا 3000 متر إذن هذه بالنسبة للطول نفس الطريقة بالنسبة للعرض العرض الحقيقي يعني العرض فوق الأرض إذن بالمتر كيف نسلك أو نتابع نفس الطريقة كننخضوه عشرين اللي كانت عندنا هنا في العرض عشرون في مقلوب السلم ذاك السلم قلبناه كتولي 10 ألف على واحد إذن هذا الواحد لقي ما تلاهون في الكسر إذن عشرون كنضربوه في عشرة ألف كنكتبوه نفس الطريقة كنكتبوه عشرين كنشوفش حال عندي من الصفر هنا عندي أربعة أصفر أضيفو أربعة أصفر ولكن كتكون فقط بالسنتيمتر لأن هذا العشرين ركنت بالسنتيمتر والواقع في الأرض ما غيكونش بالسنتيمتر غيكون بالمتر إذن سنحول هد 200 ألف سنتيمتر إلى المتر إذن الصفر الأول غيكون في سنتيمتر يعني في الخانة دي السنتيمتر الصفر الثاني في الديسيمتر والصفر الثالث غيكون في المتر وبالتالي غيكون عندنا ألفان ألفي متر إذن كنظن أن القاعدة مفهومة إذن ألخص إذا أردت أن تبحث على الأبعاد الحقيقية كيف ما كان في مطلة في مربع في أي حاجة أو في دائرة أو هذا دائماً كنأخذو ذلك الأبعاد اللي تعطات لنا في المسألة كتكون إما بسنتيمتر أو ديسيمتر أو الميليمتر كنضربوه في المقلوب كنشوفوا السلم اللي عطينا كنقلبو ذلك السلم إذن أي بعد كنشدوه كنضربوه في المقلوب دي السلم ومني كنحصلو عليه يعني كتكون دائماً بالبعد المصغر أو بالقياسات المصغرة تنحولوها لذلك البعد اللي طالبين مننا كيمكن يطربوه لكم بالمتر أو الديكامتر أو الهيكتومتر أو الكيلومتر إذن للبحث يعني كقاعدة للبحث عن الأبعاد المصغرة عفواً الأبعاد الحقيقية نأخذ القياسات الصغرى ونضربوها في المقلوب دي السلم ثم نحول النتيجة أو تلك النتيجة التي حصلنا عليها إلى قياسات كبرى أو قياسات حقيقية إذن هذا هو درسنا لحسة هذا اليوم إذا أردتم أن أضيف درس أخرى في سلم التصاميم والخرائط في الحسة المقبلة سوف أعطي الدرس في الأبعاد المصغرة فتابعوني وبرتجوا هذا الفيديو شاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء ديكم أو العائلة ديكم وأتمنى للجميع النجاح إن شاء الله فأنتم على أبواب امتحانات وكانت مننا تركزوا في هدى امتحانات ديلكم وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر